نروح بقى لنادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك والتنصيق مع جوزي جوميز وفي خطوة مبكرة زكية وكان لازم يعملوها قرروا ان هم يفعلوا بند شراء محمود بنتايج زهير ايسر فريق الزمالك المعارم من سانت تيان الفرنسي هم كانوا تعادلوا معاه على سبيل اعلى لمدة موسم ويفعلوا بند الشراء اللي هو 600 الف دولار عشان يكون اللاعب بشكل نهائي موجود في نادي الزمالك وانا رأيي انه ده اولوية عند نادي الزمالك لعيب رائع صفقة زهبية لنادي الزمالك انا متوقع او متخيل انه الزمالك ما كانش عيب او متخيل انه بنتايج بالجودة دي خطير موتش كنتش بلعب اصلا مع فريق سانت تيان خالص فطبع انت بتشتري لعيب يعني انت ونصيبك هو لسه فاكر الكورة ولا اه جيد ولا لا اه طبا هو سانت تيان ما كانش بيلعبه ليه لكن هو لعيب كويس جدا ولو قدر الزمالك يفعل بند الشراء تبقى خطوة عظيمة جدا من نادي الزمالك في تكوين وتأسيس فريق جديد الزمالك شغال على ملفين مع بعض ملف تفعيل بند الشراء بنتايج وايضا ملف الأكبر تجديد عقد زيزو ده اللي هيحصل خلال الأيام القليلة القادمة ان شاء الله دي حكاية نهارده كعادة الأسطورة أسطورة مصر محمد صلاح نهارده وصل للهدف رقم مية تلاتة وستين في الدورة الانجليزية سوى النهارده مع روبي فاولر أسطورة ليفربول أيضا في وتخطى جيرمان ديفو لعب توتنهام الأسبق وبقى في المركز الثامن في ترتيب قائمة الهدفين التاريخيين للدورة الانجليزية ينهر بيض يا جدعان ده احنا اللي عندنا كان بيجيب جولين في الدورة الانجليزية بنركب له كهارب في الشوارع جولين في الدورة الانجليزية كهارب وزينة والعيال تنزل وترقص وتتنطط وأغاني ومزيكة ونشغال له أغاني ووطنية وقصة اللي يجيب جولين في الدورة الانجليزية احنا في حلمه والله اللي بيعمل له محمد صراح ده أكبر بكتير كمان من الحلم يعني حتى في أحلامنا ما كانش بيجي أن فيه واحد يعمل الأرقام القواسية دي ويبقى من أهم تمن لعبين سجلوا في الدورة الانجليزية على مرة التاريخ حاجة